عندما فقدنا الحجة زينب التي رحلت عن دنيانا اليوم الجمعة الحجة زينب هي معروفة اعلاميا بصاحبة القرط الذهبي اللي اتبرعت به لصندوق تحية مصر وعمرها دلوقتي 97 سنة يعني ربنا يرحمها الحقيقة الحجة زينب من اوائل المتبرعين لصندوق تحية مصر لما اعلن عنه مباشرة قامت وباعت قرطها الذهبي اللي بالغتمنه في الوقتي ده تقريبا 370 جنيه وقدمته لصالح صندوق تحية مصر وده دفع الرئيس عفتاح السيسي الى انه يستقبلها بمقر الاس الجمهورية وكمان يكرمها بعدها انتشرت اخبارها على كل وسائل التواصل الاجتماعي واصبحت حديث كل وسائل اعلام مصرية والعربية والعالمية ولدت وعاشت بقرية من يد سندوب اتبع المركز ومدينة المنصورة بالده اهلية لها جهد كبير في عمل الخير والعمل العام رئيس النهاردة نعى الحج زينب مصطفى المنلاح وكتب على حسابه الرسمي انعي بمزيد من الحزن والاساء السيدة زينب مصطفى التي وفتها المنية في هذا اليوم المبارك هاجي السيدة الفاضلة التي ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبي لصندوق تحية مصر رحم الله الحج زينب غفر لها فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعبر في التجرد والتضحية باغلى ما لديها فداء للوطن ربنا يرحمها كمان النهاردة الحياة وزير شؤون مجلس الوزراء في السودان اللي هو المهندس خالد عمر يوسف